أهلا أعزائنا المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة استعد للقاء إلها وهذه الآية مأخوذة من النبي عاموس أو سفر النبي عاموس من العهد القديم وعن بيتكلم برسالة ولابد أن هذه الرسالة تكون مهمة جدا إلنا في هذه الأيام خليني أبكدي بس بالقراءة من سفر عاموس الإصحاح الأول من الآية الأولى أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع تقوع هي جنوبي بيت لحم قريبة من بيت لحم في يهوذة التي رآها عن إسرائيل رغم أنه من منطقة يهوذة ولكن شاف الرؤية على إسرائيل في أيام عزية الملك ملكي وفي أيام ياربعام بن يؤاش ملك إسرائيل يعني في مملكتين وبيعطي التحديد والتوقيت مهم جدا قبل الزلزلة بسنتين وبعدين بيتكلم في دينونة الشعوب المجاورة لإسرائيل وبعدين بيتكلم دينونة على مملكة إسرائيل المملكة الشمالية وبعدين بيتكلم كمان عن المملكة الجنوبية عن بيحذر الممالك وبيستدعيهم ويشهدوا عليهم أنه الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل في حياة البشر أن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء ولكن رغم كل التحذيرات إسرائيل رفض أنه يتوب ورفض أنه يرجع للرب فبيتكلم عن دينونات متعددة اللي أدان فيها شعب إسرائيل المقصود المملكة الشمالية العشر أصباط وبعدين من بعد كل التحذيرات والإنذارات ورغم كل الدربات وكأنه الرب يقول الآن فاستعد للقاء إلهك طالما أنه عم بحذر وأنذر وعمش عم تسمع الكلام استعد للقاء إلهك فصياق الحديث وصيغة الحديث هي في صيغة الدينونة دينونة الله على الشعب إسرائيل ولكن التطبيق الروحي تعودنا نستخدم هذه الآية في نفس التحذير في نفس الإنذار في هذه الأيام الشخص الذي لا يسمع لأوامر الرب ولا ينصاع إلى كلمة الرب بل بالعكس يرفض ويسخر ويستهزئ بل بالعكس يرفض رفضا باتا طريقة خلاص الله للجنس البشرة رغم أنه في تحذيرات كثيرة في الكتاب المقدس وأنه فعلا في مئات النبوات اللي بتتكلم عن مجيء المسيح ثانية ومع كل هذا وكل الأدلة وكل البرهين ولكن الإنسان ماخد في العناد ويحتقر كلمة الله ويرفض طريقة الله وكأنه الله يقول طيب أنت مش عاوز يعني أنك تسمع أو تشوف طريقة الله طيب استعد للقاء إلهك وهذا طبعا مخيف جدا الوقوع في يدي الله الحي وطبعا دينونة قاسية جدا على كل من يرفض طريقة الله فاستعد للقاء إلهك وهي الرسالة اليوم اللي أنا عاوز أوصلها الأشخاص الغير مستعدين للقاء المسيح بتأمل وبتمنى من كل قلبي أن اليوم يكون قرار حاسم وقاسم وفاصل في حياتك لأنه أبديتك مهمة جدا فلا تقامر أو تجازف بحياتك الأبدية ولأنه نفسك ثمينة وغالية عند الرب والرب بحبك لا يريد أنك توقع في الدينونة الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فابقوا معي حتى أتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة